كواجب إنساني قبل أن يكون وطني وحكومي على الحكومة العراقية العمل بشكل أكبر من أجل حقوق الضحايا في الوقت الذي نثمن فيه الجهود الفريق الوطني لكن المزيد لا زال في الانتدار حتى يتم الكشف عن مسير المفقولين ومن هذا الباب ندعو السيد ذياء كريم بالتفضل مشكورا لإلقاء كلمته تقف أقزام الكلمات لتحمل ضخامة المعاني في وصف أبشع صور الانتهاك فتكون الحروف تائهة والجمل قاصرة فنحاول الاستعاذة عنها بالتصور فلكم أن تتصوروا بأن هذه الأرض أورثت سكانها الكرم فبادلوها سقيا بدم ولكم أن تتصوروا بأن هذا الجبل ألبس أهله الشموخ فقضوا على يد قوى الظلام شامخين واليوم نعود كما كل عام لنقول للعالم وبصوت مدوي أرادوها بحقهم إبادة فكانت خلود وشهادة السيدات والسادة الحضور نقف اليوم في هذه الأرض المباركة أرض المحبة والسلام لنشارك أهلها أحزانهم ونشاركهم استذكار مأساتهم هذه المأسات التي تجسد فيها كل صور انتهاكات حقوق الإنسان ومن أدشعها المقابر الجماعية فلا نجد قرية إلا وفيها مقابر جماعية مقابر للأطفال والكبار للنساء والرجال مقابر للأمهات الكبيرات كما يعلم الكل والجميع مقبر الصولاء لذا عمل الفريق الوطني ووفقا لولايته القانونية المنصوص عليها بموجب قانون شؤون وحماية المقابر الجماعية رقم 13 لسنة 2015 بتنفيذ التزاماته الملقات على عاتقه وهنا لزاما علينا لا بد من وقفا نستعرض فيها الدعم الذي أوصلنا إلى توثيق عدد كبير من مواقع المقابر الجماعية في سنجاب وفتح وتنقيب ما لا يقل عن 60 قبر جماعي ورفع العديد من الرفات التي تم تسليمها إلى دائرة الطب العدلي الشريك الأساسي بموجب القانون إلى دائرة المقابر الجماعية الذي قام بدوره وهنا أقصد دائرة الطب العدلي بتحديد هوية الشهداء وإعادتهم إلى ذويهم بمراسيم تليغ بتضحيتهم ولعله كانت هناك جهود ساندة نستعرض فيها الدعم الكبير الذي قدمه الشيخ نايف وعائلته الكريمة وأهالي قريته الكرام والتي كان لها الأثر الكبير في نجاح أعمال التنقيب وأعمال ومهمات جمع عينات الدم كما نشكر الدعم المقدم من كل المنظمات المجتمع المدني في سنجار ونشكر الدور الكبير للشركاء المحليين المنصوص عليهم في المادة 6 من قانون شؤون وحماية المقابر الجماعية وأيضا الشركاء الدوليين وفي مقدمتهم اللجنة الدولية لشؤون المفقودين الـ ICMB وفريق التحقيق الدولي اليونتات لكن كي لا يكون مستوى الطموح أكبر من الحقيقة والواقع ولكي نضع النقاط على الحروف اليوم نقولها وبشكل صريح نحن نقف أمام تحدي كبير هذا التحدي ليس فقط على مستوى البحث والتنقيب وإنما التحدي الحقيقي يتمثل بعينات الدم المرجعية فتعلمون بأن هجرت كثير من عوائل الشهداء والضحايا إلى خارج البلاد وقتل عوائل أزيدية بأكملها إضافة إلى طبيعة وتركيبة المجتمع الأزيدي قد أزاد من هذا التحدي لكننا عازمون على إتمام المهمة رغم ثقل التركة حيث أننا مقبلون وعازمون على إتمام حملة لجمع العينات من عوائل الضحايا في أحدى الدول الأوروبية وهي تحديدا ألمانيا وبدعم وإسناد من الإجنة الدولية لشؤون المفقودين الإي سي أم بي إضافة إلى التعاون المستمر مع السيد الشيخ نايف وبعض منظمات المجتمع المدني في سنجار لإستمرار حملات متفرقة في سنجار والمخيمات في دوهوك وغيرها كما نعلم الساد الحضور بإستمرار أعمال الفتح والتنقيب خصوصا بعد التواصل مع فضيلة الشيخ وبعض الأخوان ورغبتهم في أن تكون هناك بعض العوائل الراغبة في العودة لذا سنعمل خلال الأيام القليلة القادمة على فتح كثير من المواقع التي من شأنها تسرع بعودة عوائل النازح أيضا وصلنا اليوم مواقع جديدة هذه أنا بصراحة أذكرها كي تكون الصورة واضحة أمامكم بأن الأعداد وللأسف الشديد في تزايد مستمر إلا أننا ملتزمون بفتح هذه المقابر شريطة أن يكون لدينا عينات ذن مرجعية لا نريد أن نزيد الأعباء على عوائل الشهداء وإلا ما الجدوى من فتح المقبرة دون أن يكون هناك تحديد لهوية الضحايا نعلم بوجود عتب لكن قربكم منا وتواجدكم معنا في الحقل والميدان قد وضح الصورة لديكم وخفف من شدة عتبكم مع ذلك عتبكم على الرئيس معاهديكم على بدل المزيد والمزيد الرحمة والمغفرة لشهداء العراق عموما والشهداء الأزيديين خصوصا والصبر والسلوان لعوائلهم والخزي والعار للقتل والغادرين وختاما نسأل الله أن نكون عبد حسن ظن الجميع لخدمتكم وخدمة هذا الملف الإنساني نعلم بأن الفترة قد طالت لكن الجنبة القانونية والعلمية في نفس الوقت تمثل تحدي ونحن منفتحين على كافة الأخوة لغرض التوضيح وبالتالي نسأل الله القبول والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا